منرحب الفنان محمد عواد في برنامج من ذاكرة التلفزيون مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أهلا فيك وأهلا بالأخوة المشاهدين وأهلا بذاكرة التلفزيون أهلا فيك فنان محمد يعني أنا كنت بعتقد يعني كمشاهدة أنه أنت من الجيل الحديث بس اتفاجأت لما ذكرت لي أنه أنت زمان إلك بمجال التمثيل وأنه أنت مع الجيل الثاني إجيت هو الحمد لله أنه يعني لا أزال أنا مع الجيل الأول وأنه أنا من الجيل الثاني هذه طبعا نعمة من رب العباد أنه الإنسان لسه محافظ على شكله على شكله ويعتبر إحنا من البيبي فيس يعني فلذلك يعني أنت كشفتيني هلا عرفت عشان هيك بيبي فيس عشان هيك بدأت مشوارك مع مسلسلات الأطفال نعم بدايتها مع الفرسان نعم عملت مسلسل الفرسان تقريبا في البداية الخمسة وسبعين وكان هذا طبعا أول شيء بعمله تلفزيوني وأول مرة بدخل الستوديو بشوف هاي الثلاث كاميرات والستوديو والديكور والهذا وكانت طبعا بالنسبة إلي يعني تجربة حلوة أني أنا أشاهد هذا الشيء الجديد عليه اللي هو التلفزيون وخصوصا كان التلفزيون في القديم يعني شيء مميز وشيء مبهر للمشاهد بعد هيك أنت أول عمل عملته خلنا نحكي للكبار اللي هو مسلسل موسى بن شاكر نعم هذا كان يعني تقريبا عمل تاريخي وأنا شغال فيه كومبرس جدا يعني يعني طبعا هذا الحكي قبل هاي الأعمال اللي ذكرتهم هذا العمل التاريخي كنت لسه أول مرة مش فاهم إيش الطابق وإيش الستوديو وإيش التلفزيون بس أنا قلت خليني أشوف عندي تجربة فبدأت أني أجلس مع هذول الكمبرس فكان نيامها رشيد علامة الله سهل عليه هو منتج العمل للتلفزيون الأردني فقلت خليني تجربة لكن لما صير الواحد يحكي في الاستوديو يأخذ في مسلسل دور وإيش بيظل عنده التفاصيل أكتر يعني بيزداد معرفة أكتر نعم طب العمل اللي أنت حسيت حالك انطلقت فيه انطلاقتك الحقيقية وحكيت أنه أنا هسا بدأت طبعا أني عندي أعمال سابقة كنت مشترك فيها بأدوار ثانوية وأدوار شبه رئيسية وأدوار متوسطة وأدوار إلى أن أتت الفرصة لمسلسل بدوي اسمه السقر كان من إخراج سعود الفياض وهذا صور في بغداد وكان مشترك أردنيين مع عراقيين فكانت هاي الانطلاق الأولى أن الناس بدأت تعرف محمد عواد أنه هذا السقر وخصوصا كنت أنا نفس شخصية السقر اللي هو الشاب الطيب في العشيرة واللي دائما بيحكي مواعظ خيرة للناس ويعني دائما المصلح بهذه القبيلة ترجمة نانسي قنقر